نتحدث اليوم عن طبقة سياسية أو إزاحتها أو تغييرها نتحدث عن طبقة سياسية فازدة إذن نضغط باتجاه تفعيل قوانين، باتجاه تفعيل دستور، باتجاه تفعيل تشريعات من أجل محاسبة الفاسد والقاتل بالأخير هناك شبهات تدور حول كثير من الشخص نعتقد أنه بحاجة إلى أن يستمر الضغط من أجل تفعيل هذه الخانة القانونية هذا من جهة ثانية هناك معركة سلمية من نوع آخر اللي هي انتخابات، اللي هي الديمقراطية هذا اللي إحنا نسعاله من خلال صناديق الاقتراع نعم هناك شبهات كثيرة تتحدث عن تزوير وتلاعب بنتائج انتخابات إلى آخره ولكن بالمحصلة المشاركة الشعبية الواسعة هي القادرة على تغيير موازين القوة وتتوقع أن تكون هناك مشاركة إلى أجرية انتخابات نعتقد اليوم أنه بعد هذه الانتخابات اللي مضت هناك كان جمهور ينتظر المرشح الفلاني والنائب الفلاني محولة كهرباء وتبليط وفرصة عمل ولكن الواقع اليوم بالعراق يقول أنا عندي شارع ولكن هذا الشارع بمطبات وعندي فرصة عمل وهذا الراتب مهما عظم الراتب ومهما كان حجمه فأني عندي احتياجات ثانية بسبب تلك ملفات الصحة والتعليم والخدمات إلى آخره نحن اليوم الشارع بدأ يعي جيداً أنه هو بحاجة إلى برنامج قادر على إدارة الدولة بشكل صحيح ما يحتاج إلى ترقية نحكم عملنا في وسائل إعلام ومواكبتنا لكل الأحداث الانتخابية على الأقل في الانتخابات الأخيرة نفس هذا الحديث كنا نسمع أنه مثلاً انتخابات تشرين ستكون بمخرجات مختلفة بواقع مختلف لاعتبارات كثيرة حصلت نتيجة احتجاجات تشرين وبالتالي جاءت هذه المخرجات وبقية الأحزاب بما تمتركوا من مقاعد أتحدث عن ما بعد الانتخابات جمهور القوة التقليدية اللي انتخاب النواب الموجودين حالياً شن اللي جناه؟ جناه فائدة معينة بمجال معين دا تحدث عن كهرباء خدمات أو إلى آخره أو تبليط شارع ولكن الواقع اليوم وين وصلني بسبب غياب المحتوى والبرنامج الناجح إلى عشر شهور وأكثر من الانسداد إلى فشل واضح وعدم القدرة حتى على إدارة الدولة طيب اليوم حتشكل حكومة خدمة وطنية بنفس الأدوات اللي كانت منذ 19 عام تعمل شنو التغيير حيصير؟ شنو النتائج؟ أكيد أيضاً رح نذهب إلى فشل جديد الشارع بدايعي جيداً هذا الموضوع الشارع اليوم بحاجة إلى مشروع مثل ما تفضل ليش تحكم على الفشل بشكل مسبق؟ يعني هي نفس الأدوات عنده رغبة عنده رغبة هذه مرة ويشعر أنها فرصة أخيرة رغبة؟ أي عنده رغبة 19 سنة كان عنده مساحة لم تفضل